لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وانوان حلقتنا النهاردة ابن حجر يستخدم قلبه خاري لنشر بداته احنا عرفنا معنى كلمة إرجاء وهو تأخير العمل أو تأخير الأعمال عن الإيمان وعرفنا يعني ايه في باب الأسماء وشوفنا اسم الإيمان اللي بيترتب عليه الإنسان بيكون مؤمن أو كافر أو منافق والأحكام والأحكام المقصود بيها الأحكام على المعاصي يعني اللي يرتكب الكبيرة في النار ولا لأ وهكذا وشوفنا حكم أهل السنة وابن حجر على المرجئة ان هم مبتدعة لأنهم بيقولوا ان الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط وكمان نفس الكلام قالوا ابن حزم الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان وحلقة النهاردة هنشوف تعريف ابن حجر نفسه للإيمان وهل بيوافق المرجئة المبتدعة أم بيخالفهم وهنبدأ بأول كتاب هو كتاب الإيمان باب قول النبي بنية الإسلام على خمس وهنلاقي سعي البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي بنية الإسلام على خمس بيقول لنا كده في فتح الباري بشرح سعي البخاري والإيمان لغة التصديق وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه وهذا القدر متفق عليه وهنا ابن حجر بيتكلم عن الإيمان وبيقول هو التصديق هو التصديق بالقلب واللسان فقط وهو نفس تعريف ابن حجر وابن حزم للإيمان عند المرجئة يعني ابن حجر اعتقاده زي المرجئة بالزبط وبنلاحظ ان ابن حجر اعتمد على التعريف اللغوي للإيمان وعشان نعرف الإيمان لغويا خلينا نروح لكتاب تعظيم الصلاة للعلامة المروازي اللي هيرد على النقطة دي فيقول لنا كده العلامة محمد بن نصر المروازي بيقول ايه من اعظم حجج المرجئة التي يقولون بها عند انفسهم اللغة وذلك انهم زعموا ان الإيمان لا يعرف في اللغة الا بالتصديق وزعم بعضهم ان التصديق لا يكون الا بالقلب وقال بعضهم لا يكون الا بالقلب واللسان وقد وجدنا العرف في لغة تسمي كل عمل تحقق به عمل القلب واللسان تصديقا وهنا بيأكد لنا المروازي ان المرجئة بيعرفوا ان الإيمان تصديق بالقلب واللسان فقط وهنشوف رأي ابن تيمية عن المرجئة في مجموعة فتاو ابن تيمية بيقول لنا ايه قد عدلت المرجئة في هذا الاصل عن بيان الكتاب والسنة واقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوا بفهمهم اللغة وهذه طريقة اهل البدع وهنا ابن تيمية بيأكد ان المرجئة اعتمدت على ايه على رأيها وعلى ما تأولوا بفهمهم هما وتركوا الكرآن والسنة واقوال الصحابة والتابعين وشوفنا ابن حجر بيقول نفس كلام المرجئة اللي قال عنهم هو بنفسه ان هما مبتدع وبيقول ان الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان فقط وخلينا كمان نشوف ان الشيخ صالح فوزان في موقعه الرسمي لما أجاب على سؤال هل الإيمان قوله وعمل الى آخره طبعا احنا كل اللي هيمنا هو جزء من الجواب ولما الشيخ فوزان الفوزان جاوب قام بتقسيم المرجئة لأربع طواقف قال كده لان المرجئة أربع طواقف قال لذين يخالفون أهل الصنة أربع طواقف الطائفة التانية اللي طبعا اللي هي الأشعارة اتكلم عنها في القول التاني فبيقول ايه القول التاني أن الإيمان هو التصديق بالقلب أكثر تأكيد من المعرفة والتصديق بالقلب هو قول الأشعارة التصديق بالقلب فقط وهذا القول الأشعارة هو قول باطل لأن التصديق بالقلب لا يكفي بدون عمل وبدون نطق فلابد من النطق ولابد من العمل أما من يصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه هذا ليس بمؤمن يعني المرجئة عندهم ان الإيمان تصديق بالقول والنطق باللسان فقط والإيمان لا يتبعد يعني لا يزيد ولا ينقص بالأعمال والأشعار عندهم التصديق بالقلب فقط بدون نطق ولا أعمال وعند الشيخ صالح الفوزان لابد التصديق بالقلب والنطق والعمل وغير كده ما يكونش مؤمن ودلوقتي احنا هنروح لنقطة جديدة وأرجو ان اللي بيتابعوني التركيز لانها نقطة مهمة جدا وهبدأ معاكم من شرح البخاري للحديث بسعارة البخاري كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية بيقول كده فتح البارب شرح سعارة البخاري وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها يعني ايه؟ بنلاحظ أن ابن حجر هنا بينكر هلاقة النية بالإيمان بيقول كده أما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب يعني ندي مثال لو واحد مثلا قال لا إله إلا الله وما عندوش نية الإسلام ابن حجر بيقول أنت كده بقيت مسلم عادي يعني عند ابن حجر أنت مسلم ومؤمن لأن الإيمان لا يحتاج إلى نية وطبعا الكلام ده مخالف لعقيدة أهل السنة وهنشوف علماء السنة تكلموا في النقطة دي وقالوا إيه؟ بأول مرجع هنشوفه في مسهب السلف الإيمان قول وعمل ونهي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وده هنلاقيه في لوامع الأنوار البهية وصواطع الأسرار السرية اللي شرح الدرر الماضية بيقول كده بسألت الجزء الأول قال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قوله عمل ولا عمل إلا بنية يعني إيه؟ ابن عبدالبر قال أجمع كل العلماء أن الإيمان قوله وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عند ابن حجر لا يحتاج إلى نية وكمان ممكن يكون الإنسان بدون عمل لأن العمل ده من المكملات عند ابن حجر وبيأكد الكلام ده في شرح الحديث خلينا نشوف فين ابن حجر بيقول أن العمل من المكملات في سعيل بخاري كتاب الإيمان باب من قال أن الإيمان هو العمل عن أبي هريرة أن رسول الله سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ابن حجر بيشرح الحديث وبيقول إيه؟ فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان لما تقتديه ثم المغايرة والترتيب فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق هذه حقيقته والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من المكملات يعني نفهم الكلام دلوقتي يعني إيه؟ ابن حجر بيقول أن الجهاد والحج كأعمال ليست يعني مش من الإيمان مش من الإيمان يعني ليس من الإيمان ليه؟ علشان فيه مغايرة وترتيب علشان لما سأل الرسول أي عمل أفضل قال لهم إيه؟ الإيمان بالله ورسوله والرسول يعني ثم الجهاد ثم يبقى فيه عند ابن حجر إيه؟ ثم الحج يبقى عند ابن حجر إيه؟ يعني الإيمان ثم الجهاد ودي المغايرة الإيمان غير الجهاد المغايرة فهمناها والترتيب طيب ترتيب إن ترتيب الإيمان بالله ورسوله وبعدها الجهاد وبعدها الحج وبعدها بيقول إن الإيمان لا يحتاج إلى نية والأعمال من مكملات ونتجة المغايرة والترتيب هيكون الإيمان غير العمل يعني العمل لا يدخل في الإيمان ده كلام ابن حجر في الإرجاء وطبعا ده الإرجاء في الأسماء اللي أشار إليه ابن تيميه قبل كده يبقى ابن حجر مرج بيستخدم أحاديث ويلوى عنقها ليستدل بها على إيه بدعته وطبعا دي حاجة تدعو للدهشة والاستغراب إنه بيستخدم أحاديث البخاري لنشر بدعته خلينا كمان نشوف رد الشيخ محمد رسلان على الكلام ده بيقول إيه آله وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله والسؤال عن الأعمال وعن أيها أفضل أي الأعمال أفضل فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إيمان بالله ورسوله فالإيمان عند أهل السنة هو مجموع قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح قال شيخ الإسلام رحمه الله سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة فالإجماع منعقب على حد الإيمان عند أهل السنة قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في كتاب النية في الصلاة وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدراكناهم يقولون الإيمان قول عمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر فهذا إجماع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحساب أن الإيمان قول وعمل ونية الشيخ محمد رسلان بيقول لما سؤل النبي عن أي الأعمال أفضل والسؤال عن الأعمال رده قال أول حاجة الإيمان بالله ورسوله فالإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان وتصديق القلبه وعمل الجوارح وإن الإيمان لو هو قول بلا عمل فهو كفر وإذا كان الإيمان قول بلا نية فهو نفاق وإذا كان قول وعمل ونية بلا سنة فهو بدها فالإجماع منعقد على أن الإيمان قول وعمل ونية وشفنا ابن حجر حرف إزاي فهم الحديث عشان يوافق عقدته وينشر بدايته عن طريق شرحه للبخاري دلوقتي نعمل ليكم ملخص للحلقة إحنا اتفاجئنا أن ابن حجر بيعرف الإيمان لغويا وبيقول هو التصديق بالقلب واللسان فقط وهو نفس تعريف ابن حجر وابن حزم الإيمان عند المرجئة وشفنا كلام الشيخ العلامة محمد المروزي عرف أن المرجئة بيعرفوا أن الإيمان تصديق بالقلب واللسان فقط وعند الشيخ صالح الفوزان اللي هو قول أهل السنة أن الإيمان عندهم لابد من التصديق بالقلب والنطق والعمل وغير كده ما يكونش مؤمن بعد كده شفنا من حجر قال أن النية ملهاش أي علاقة بالإيمان وأن الإيمان بمعنى التصديق لا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب ومذهب السلف الإيمان هو همل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والإيمان ابن حجر بيستخدم حديث البخاري علشان ينشر بداته وإزاي الشيخ محمد رسلان رد عليه وتابعوني الحلقة الجاية من حلقات النقل أعمل عقل مع ابن حجر والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر